أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن العراق بدأ مرحلة جديدة من النهوض بعد انتهاء ملف التعويضات وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على موقع تويتر أنه بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات تتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء متجاوزين أثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد وبدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعية الحروب المتعاقبة ومن جانبه أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين خروج العراق من إجراءات البند السابع بإتمامه وغلقه لملف التعويضات الكويتية وقال الوزير حسين في كلمة أمام مجلس الأمن في جلسته المنعقدة والمخصصة لملف التعويضات أن العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما وأضاف اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تعزز دوره الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر